وصل سمو الشيخ خالد بن حمدى الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس العلالي الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لمدينة لاسبيغاس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لحضور منافسات نهائيات بطولة القتال النهائي والتي تقام يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري والتي تنظمها المنظمة العالمية لرياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين وحرص سموه لدعم المقاتل المحترف فرانكي إدغار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ولدى وصول سموه لمطار لاسبيغاس كان في استقبال سموه عدد من أعضاء سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقد أدل سموه بتصريح قال فيه نعود مجددا لمدينة لاسبيغاس الأمريكية بمشاركة جديدة للمرة الثانية هذا العام بالمقاتل المحترف فرانكي إدغار بفريقنا لفنون القتال المختلطة للمحترفين فهذه المشاركة تأتي استكمالا للهدف الذي وضعناه والذي يرتكز على تأكيد الحضور والتواجد بمختلف الحافل والمشاركات العالمية برياضة فنون القتال المختلطة والذي يسهم بدعم مكانة مملكة البحرين على خريطة الرياضة العالمية وللترويج للتطور الذي تشهده المملكة بقطاع الشباب والرياضة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليف عهل البلاد المفدى حفظ الله ورعا وقد وجه سموه الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة منظمة القتال النهائي والرئيس التنفيذي للمنظمة على جهودهم الكبيرة في رياضة فنون القتال المختلطة اشتركوا في القناة مهما الإنجاز ابتعد سيسعى دائما فريق خالد بن حمد لرفع راية البلد فالآمال كبيرة والجهود كثيرة والهدف هو تحقيق لقب بطولة القتال النهائي والمقام حاليا بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية اسمو الشيخ خالد بن حمد دمما كان داعما لنا وله نظرة شاملة في هذه الرياضة واكبر دليل على ذلك هو وجود فريق خالد بن حمد في جميع البطلات العالمية ومواكبته للتطورات المستمرة لللعبة ومن الجيد أن نرى فرانكي يشارك باسم الفريق كونه أفضل المقاتلين في العالم ونمل في أن يحقق نتيجة تشرف الفريق والبحرين المقاتل فرانكي إدغار يمثل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين ببطولة القتال النهائي في النزال الرئيسي الذي يجمعه بالمقاتل الأمريكي إتشاد منديس فقد أنهى المقاتل استعداداته الأخيرة بإجراء التمارين النهائية وبإشراف مدربه مارك هنري أتوقع النزال سيكون قويا ومتغارب بين المقاتلين كما أن كل أعضاء الفريق يؤمنون بغدرات المقاتل فرانكي بالإضافة إلى دعم سمو الشيخ خالد بن حمد للمقاتل من خلال تواجده في التربات وتوفير كافة الاحتياجات إذلك أود أن أشكر سموه على ما يقدمه لرياضة بشكل عام ولرياضة فنون القتال مختلطة بشكل خاص البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من أبطال هذه الرياضة التي تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية حيث تشهد البطولة إقامة 11 نزالا على مدى ثلاثة أيام ويسعى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين لتحقيق إنجاز جديد بهذه الرياضة